قضية مهمة مثيرة للاهتمام والخوف في نفس الوقت وهي فكرة الاستقطاب استقطاب الطلب المتفوقين في جماعات مؤدلجة نحن أمام أبناء المهندس مجموعة تجنيد تلقين طلابية مرتبطة بمدرية تابعة لهيئة الحشد الشعبي وتحديدا لكتائب حزب الله والعصائب وفق تقرير لمعهد واشنطن تعود تسمية هذه الجماعة إلى أبو مهدي المهندس الذي قتلته واشنطن مع قاسم سليماني عام 2020 تركز الجماعة على المتفوقين في الجامعات العراقية لتقديم خدمات لأجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية وفق معهد واشنطن تعمل جماعة أبناء المهندس على تجنيد الطلاب العراقيين المعتدلين اجتماعيا ودينيا في الولايات المتحدة والعراق وعلى تعزيز نشر أيدولوجيات الولي الفقية من خلال الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والتعليمية في الجامعات العراقية يضيف تقرير المعهد إلى أن الجماعة تسعى إلى التحشيد للثقر لقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني كما تعمل هذه الجماعة على تنظيم احتجاجات ومسيرات ضد من تعتبرهم أعداء إيران وتقدم منح دراسية في إيران وساعد في تأسيس هذه الجماعة الطبيب محمد محسن أحمد عندما كان طالبا في كلية الطب في جماعة ابن سينة للعلوم الطبية والسيدلانية في بغداد هو الآن طبيب في وزارة الدفاع العراقية من الأسماء أيضا التي ساهمت في تأسيس الجماعة وفق معهد واشنطن مرتضى موسى الميالي مهندس نفط يعمل في مصفات النجف وأنس فاضل الشالي كاتب وشعر هذه الجماعة تهتم بتوظيف الطلاب المتفوقين في تكنولوجيا حرب المسيرات والأنظمة الدفاعية شارك التقرير أو أشار إلى أن تعيين نعيم العبودي المنتمي لميليشيا العصائب وزيرا للتعليم العالي في أكتوبر من العام قبل الماضي مهدت طريقة أمام هذه الجماعة جماعة أبناء المهندس للعمل داخل النظام الجامعي دون أي معارضة حكومية عين أساتذة وأعضاء هيئة تدريس في جامعة أبناء المهندس في أقسام يرونها هامة كقسم المهندس أو الهندسة المدنية في الجامعة التكنولوجية في بغداد وداخل جامعة البصرة ترجمة نانسي قنقر